بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام. زيكم حباب عمين ايه يا رب تكونوا في اتم مساحة واحسن حال. اه طبعا احنا سمعين الارمشة في اول فيديو ده يعني اكيد كلنا نقوله ده هنقوله فراخ ما ايه او فراخ ما ارمشة اي حاجة كده من انواع الفراخ اللي بنكلوها اللي بتقرمش دي مش هتخيل ابدا ان هي بطاطس ومعمولة بطريقة يعني خارج عن المألوف عملناها بطريقة بسيطة جدا وجميلة في نفس الوقت يعني اولادنا دايما بيحبوها بيجيبوها من مجدونيز وبيحبوها جدا بس الارمشة ومن جوا بتبقى طريقة وطعمها غير طعمها بيبقى جميل جدا فلو عجبكم الفيديو وتنسينيش باللاك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد معاك وغدا السماء دي تعال نشوفوا عملنا البطاطس الرائعة جزي اول حاجة جبنا اي كمية عندك بقى من البطاطس احنا مفيش هنا مأجار حكمانا هتقدري تعمليها بنص كيلو بطاطس بكيلو بطاطس ولو اتفضل منك طبعا بتشيليها نية من غير قلي بنحطوها بنحطوا ما بينها كياس كده بنحطوها في الفيليزر زي البطاطس اللي بنعملوها اللي مسلا بتبقى بالفراخ بطاطس عملتا معاك وقبل كده بتتونة بتشيليها نية وبين كل طبقة وطبقة بتحط كيس بلاستيك وبتحطوها في الفيليزر وبتطلعيها على القلي على طول هنا اول حاجة عملناها بشرة البطاطس ونقعناها في مية ساقعة تلجة مية وحبة خل وحبة ملح رحنا مصفينها وهنا مش هنكتفوا ببشرها بس هنعيدوا عليها كامل هنقطعوها حيط زغنونة خالص بسكينة كده عندك سكينة حامية او مسلا بالمخرطة كده خرطناها خلناها نعمة معينا عشان بس ما تتفرفتش معينا واحنا بنشتغلوا فيها هنلاحظوا هنا بعد ما عملنا معيها الحركة دي هتنزل مية تاني احنا مش عايزين فيها يعني اي سوائل عشان بس ما تتراش معينا عشان تجينا النتيجة اللي احنا عايزينها هنا بص حطيت شاشة بيضة وحطيت فيها البطاطس بصو نزلت مية تاني وفدناها في طبق وهنهيجوا للمرحلة التانية هلا بقى عشان ما تبقاش كمية الزيوت اللي فيها كتير او انا حطيت يا دوبك معلقة زيت عشان بس اسوي فيها البطاطس اللي عندنا يعني انا مرضيش هسلقها وعايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا البطاطس اللي لازم تكون بطاطس تحمير احنا عارفين طبعا في بطاطس تحمير وفي بطاطس للطبيخ فدي الطريقة دي اللي لازم تكون بطاطس تحمير هنفضلوا نقلبوا فيها على النار لحد ما تستوى معانا كده نهرسوا واحدة ما بنسعوا معانا كده اللي هو هستوت معانا ننزلوها ومبردوها في حاجة تانية في بولة تانية هلا حطيت معاها الثلاث معاها اللي اتنشا والتوابل اللي انشي عايزها بقى هتحطيها فيها انا اكتفيت بملح وفي الفلسود يعني مش عايز حاجة تضغي على طعم البطاطس انا عايزة هنا حس بتعم البطاطس المقرميشة اللي هي الهاش البرون بتاعت المطاعم وهي ده لازم بقى تعمل الحركة دي عشان دي هتساعد في انها تزيد القرمشة بتاعتها لازم معلقة خل ومعلقة عصل ابيض هنقلبوها حلو قوي واحنا مجرد ما هنحطوا معاها العسل الابيض مع معلقة الخل حنبصل لها تمسكت معنا وعطتنا القوام كده متماسك هنفردوها بقى نجيبه كيس بلاستيك كبير ويا ريت ما يعني ما تحاولوش ان انتو تفردوها على ورق خفز مش هتساعد معاكم في الفرد يعني انا مرة جربتها كده مرة جربتها كده بصراحة المرة دي كانت اسهل بكتير وحاولي يعني بصي وانش بتفرديها ما تعجن هاش انا يا ضوبك بس بفرد عشان تتماسك معايا وهنا انا بعمل بالشوبك مش بعجن او مش يعني مش بضغط عليها يا ضوبك بس عشان تتساوى معايا نديني الاشكال اللي انا هعملها لها تبقى اشكال متساوية سواء بقى هتعمليها شكل بيضاوي شكل مربع شكل مدور عشان بس يبقى السطح بتاعها متساوي خلاصنا هنا من تسوياتها حني جبال تشكلها هنا بقى هنحاولوا نقطعوها يعني المربعات اللي احنا هنعملوها حاولوا تبقى متساوية انا بحب اعمل بالمستارة جيب سراحة بلكده عملت بيها فطاير برضو بتساعدني في ان الحاجة تطلع مستاوية معايا هنا هقطعها مربعات في الاول وبعد كده عايزة تشكل لي بقى اي تشكيل هيبقى سهل معايا هنا طبعا الجبن دي لازم بقى يعني انا عملت سادة وعملت بالجبن فجبت جبنة شيدر مع جبنة موزاريلا كانوا الاتنين عادشين مكس كده رائع كانت عماها جميل جدا هنا ملحوظة لو شققت منك وانتي بتعملي الخطوة دي هتبلي ايدك مية وحتساوي بيها عشان بس ما تشققش منك هنحط كل مربع على المربع التاني والجبنة في النص عايزة اقول لكم اللي كانت بالجبنة دي كانت رهيبة كانت جميلة جدا والسادة منها برضو كانت جميلة وقرمشيتها كانت رائعا او مرة بصراحة يعني اجربها معاكم بالجبنة قبل كده عملتها عملتها سادة كانت جميلة بس المراجبة قلت عملها معاكم محشية كانت رهيبة برضو طبعا احنا عارفين الاولاد بيحبوا الحاجات المحشية جدا والجبنة المتزرلة لما تموت دي كده عمضون بالدنيا في ازا كانت في بيتزا ولا في مكارونا ولا في اي حاجة وبردو الاكلة دي هتنفع معاها مكارونا هتبقى حلوة قوي قوي ولو عملت لهم دوابيس فراخ بقى كده زي كنتيكي او ماكدونلز كده حاجة هتبقى عندهم بص حاجة رائعة وطبعا الأخاف من دواب ده هتتكت كده في الفطار هتبقى رهيبة في الفطار لان اكتر مطاعم بيقدموا البطاطس الهاش البراون دي في الفطار عملنا هنا كذا شكل منها عملنا الدائري والبيضاوي عملت اللي هي المربعة دي تحشيتها والباقي بقى عملته سادة نيجي بتوستوياتها هنا بقى هنسخنوا الزيت اللي عندنا بس مش هنخلوه يقدح جامد بقى بحيس ان هو اول ما ننزلوها تتحرق مننا لان خلابالك هتحيس ان هي اخدت لول معيتي بسرعة احاولي يعني سخاني الزيت وهج النار ونزليها بقى واسبيها كده يعني كده كده هي مستوية بس عايزيننا تاخد لون كده على الهادي ما تتحروقش مننا عايزين اللون الكهرماني الجميل دوت عشان كمان طعمها ميتغيرش معنا وتبقى ممرارة طبعا اي حاجة بتزيد التسوية بتاعتها بالزيت لو بتتقلى طعمها بيتغير وده كان الشكل النهائي كان طعمها رائع من برة مقرمشة زي انا حضرتكم وزامعت وكده وكانت من جهة طرية جدا وغير طعمها كان جميل جدا اتمنى ان انتوا تعملوها بالطريقة جي ما تقوليش ان هي غلبة بس هي تستاهل بصراحة جميلة ان شاء الله تعملوها وتعجبكم وياريت لو عجبكم الفيديو متنسونيش باللايك وشيروا الفيديو لأحبابكم واصحابكم وياريت تعملوها لأولادكم بدل ما تشتروها جاهزة واتمنى الفيديو يكون عجبكم وإلى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله عجوة غدا السمدي عبوكم في الله وعرف سلامة اشتركوا في القناة